المقاول صليت اللسان دين دانم يوسع امبراطوريته يستغل أزمة الاعتمان كفرصة لشراء الأعمال التي تتعرض للانهيار ويحولها إلى أعمال ناجحة لكن مع مرور الاقتصاد العالمي في محنة وخفاض هوامش الربح لن ينفق نقوده إلا إذا كان متأكداً أن أي عمل جديد سيدر عليه بعض المال لذا سيذهب متخفياً ليعرف حقائق أي عمل بالتفصيل عبر تظاهره بأنه مشتر غامض أو عامل أو زبون مستعد أن يلعب أي دور ليعرف قيمة المشروع الذي قد يرغب بشراءه منح نفسه خمسة أيام لكشف أي شيء قد يساعده على تخفيض السعر ما خطها؟ على ما يبدو رائحتها سيئة جداً حقاً؟ ما لا يعلمه أحد هو أن دين سيضع كاميرا سرية يا لهذا الهراء ليس لدى أولئك الرجال فكرة عما يفعلون تعرفوا إلى دين دانا بنا ثروة من ملايين الجنيهات وهو لم يتجاوز الثانية والثلاثين من عمره باستخدام سلسلة من مناورات الأعمال الذكية سيقبل بأي شيء حتى في السوق الواهنة وهو مستعد لدفع المال عندما يرى أي فرصة مناسبة بعت أول مجموعة لي من دور الحضانة بعد ثمانية عشر شهراً من إنشائه وأصبحت مليون إيران بالنسبة لدين لا يوجد تحدي أكبر من إعادة إحياء عمل ما وبيعه مقابل مبلغ كبير من المال إنه خبير في تحويل ما هو محتمل إلى نقود ما جذبني إلى ذاسوسايتي هو أنه مكان أتيت إليه شخصياً في عدة مناسبات إنه أحد الأماكن القليلة التي أرغب بالذهاب إليها هذا هو نوع الأماكن التي أحب جامس مورغان هو المالك وبعد سنة فحص يريد أن يبيعه الفريق الإداري الذي وظفه غادر بعد فترة قصيرة من فتحه عندما اشتر جامس الحانة في عام 2006 كانت في وضع سيء وأمضى أربعة أشهرين كاملة بترميمه قبل افتتاحه في أيلول سبتمبر الماضي أنفقت نحو 95 ألف جنيه على المطبخ ونظام الإنذار والحديقة أنا أتطلع للحصول على 250 ألف جنيه مقابلة والذي يتضمن طبعاً كافة التركيبات والجهزات والبضائع وطبعاً رخصة البناء أيضاً يطالب جيمس بمبلغ 250 ألف جنيه يبدو مبلغاً مرتفعاً لكنه قد لا يكون كذلك ليتأكد تماماً من قيمته الحقيقية سيعمل دين بشكل متخفي في هذه الحانة سيتخلى عن بذته المكلفة ويضع كاميرا سرية ويتنكر كأحد العاملين الذي يقدمون المشروبات وينظفون الصحون هذا المليونير سيصبح رجلاً متخفياً سأعمل بشكل متخف وأرى تماماً حقيقة هذا المكان فعندما تدخل وتعمل هناك ستكون فكرة جيدة حيال الأمور الجيدة والسيئة فيه وفق جيمس على إبقاء هوية دين الحقيقية خفية وأعطائه حرية الحركة من دون هذا ما كان ليفكر دين بعقد صفقة وإذا تم كشف هويته قبل أن يعرف كل ما يحتاج لمعرفته فسينسحب من الصفقة لن أستفيد بدخول المكان مرتدياً بذلتي فعندها سيعرضون كل شيء بأفضل حالاته ولن أتمكن من رؤية تسوسيتي الحقيقي قيل للعاملين إن الكاميرات تصور برنامجاً حول المشاريع المعروضة للبيع إنها مجمدة في الداخل وهناك كاميرا أخرى موجودة وراء المشرب لوسي مساعدته متخفية أيضاً ليس لدى العاملين أي فكرة عن الأمر فهذا الصاقي قد يصبح قريباً رب عملهم لكن هذا فقط إذا رأى أنهم يستحقون ذلك هذا اليوم الأول لدين لقد منح نفسه خمسة أيام من التخفي ليكتشف إن كان المشروع يستحق مبلغ المئتين وخمسين ألف جنيه المطلوب من الواضح أن تنكر دين يعمل جيداً دين أنا إيلي سررت بلقائه يبدو من الانتباع الأول أن الصاقية آلي ودودة بما يكفي يتعلم دين الخطوات الأولى من العمل وراء المشرب ويخدم الطاولات ماذا ترغبين؟ الدجاج المدخن مع المانجا لو سمحت يتحدث دين مع المالك جانس الليلة سننظف غالباً نحو ثلاثين طاولة لذا ليس الأمر سيئاً بالنسبة ليوم الاثنين ليس سيئاً بل أكثر بكثير مما توقعه دين بينك موهيتو شايلونغ آيلاند أنا متفاجئ من مقدار الازدحام وقد أصعدني هذا كبداية لكن لم يحتاج دين إلى وقت طويل قبل أن يلحظ أن هناك خطب ما فحدث مع جابين المشرف على المشرب والذي يدير المكان عند غياب جامس هل يأتي الكثير إلى هنا لتناول الطعام؟ يأتي البعض من أجل الطعام نحن نقوم حالياً بعرض خاص لتذوق الطعام قائمة جديدة لذا هناك بعض الوجبات المجانية لكن دين اكتشف أن كل زبون عملياً يحصل على وجبة مجانية بودينغ الطوفي وفارد السوكولاتا ذلك المخاذع دع الجميع لتناول عشاء مجاني ربما كان يحاول أن يجعلني أعتقد أن المكان أكثر ازدحاماً وقد بدأ هذا الأمر يزعجني بعض الشيء إذا كان ما حصل اليوم هو مجرد عرض فلن يتمكن دين من احتساب كم يجني المشروع حقاً بشكل إجمالي كانت بداية الرديئة إنه يخسر المال مقابل الطعام المجاني ويعوضه بالمال الذي يجنيه من المشروبات لكن هذا كله مزيف أريد أن أعرف كيف يكون الوضع في ليلة عادية ولا أظن أنها بهذا الشكل وهذا هو ما يهمني حقاً إذن هل يستحق المطعم الحانة The Society مبلغ الربع مليون جنيه؟ وهل سيقدم دين عرضاً؟ أم لن يمضي المزيد من الوقت متخفياً حتى يشعر برهبة حقيقية مما تشفه؟ منتهي الصلاحية منذ أيار مايو عام 2008 هذا مروع إن شراء مشروع يشبه القمار يحاول المشتري أن يدرس البائع ما المبلغ الذي سيقبل به؟ دين دانان مليونير في الثانية والثلاثين من عمره يعيش نمط حياة مترف ومثل أي مقاول ناجح يعلم أنه لا يمكن الحكم على مشروع بالأرقام وحدها ولهذا يعمل خفية في المشروع الذي قد يقرر شراءه لاحقاً بعد عام فحص قرر المالك جيمس مورغان بيع المطعم الحانة The Society إنه يعاني لإبقاء هذا المشروع لكن هل المبلغ 250 ألف جنيه؟ باهظ بعض الشيء؟ مع زيادة أزمة الاعتمان لن يفكر دين بشراء هذا المكان من دون أن يتحقق منه حتى لو اضطر للعمل بيديه سيذهب متنكراً كأي عضو آخر في فريق العاملين وبدلاً من إصدار الأوامر سيتلقاها إنه اليوم الثاني ويستمر دين في مهمته يتعطش الليلة للوصول إلى لب الموضوع هل سيرى أشخاصاً يدفعون النقود هذه الليلة؟ طعمها ألذ عندما تكون مجانية؟ يبدو أن هذا يعني أنه لن يفعل نعم إنها شكراً لك شرائح لحم بالجبن الزرقاء سالمون؟ والليلة لا يستطيع حتى أن يقدم هذا سالمون؟ إنها مجمدة في الداخل حسناً سأعيدها مجمدة في الداخل هل أنت واثق أنها ليست مجمدة؟ الأمر شديد البساطة تخرجها من الثلاجة تضعها في الفورن وتتأكد من أنها مطوط جيداً لا أظن أن تلك الفتيات سيأتين إلى هنا مرة أخرى وهذا أمر يضر بي سبرينجرول مجمدة؟ يجب أن يأتي الناس إلى هنا وأن يحبوا المكان ويعودوا مرة أخرى ومع تقدم الليل سارت الأمور من سيء إلى أسوأ ما خطبه؟ يعتقد أنها فاسدة ما هي السمكة؟ أجل لقد رأيت أمراً شنيعاً جداً أحد العاملين لدينا طلب طبقتنا لعشائه وتناول لقمة منها وكاد يتقي إن صلاحيتها منتهية لهذه الدرجة الساقية بدوام جزئي كاتي هي من أفشى المعلومات ما خطبها؟ هي فاسدة؟ على ما يبدو رائحتها سيئة جداً يبدو أن الجميع غير مسروراً من الطاه دافلات يقطع الطاه الجبن على لوح توجد على جانبه قطعة لحم مغلفة كما يقطع الليمون وهذه كارثة أي شخص يعلم هذا؟ هذا ملوى قد يتعرض أحدهم لمرض خطير جداً ويحاول الطاه جاهداً أن يتظاهر بالغباء لماذا هناك ألوان مختلفة منها؟ الألواح لماذا ألوانها مختلفة؟ واحدة للخبز وواحدة للسمك وواحدة للحم آه وأي منها لماذا؟ هذه لكل شيء حسناً ليس المطبخ وحده من يعاني من المشاكل مع الطعام يوجد في الثلاجة شيء يحتوي على فراولة متعفنة لذا علينا أن نخرجها من هنا ليس لدى أولئك الرجال فكرة عما يفعلونه لو جاء مفتش صحة إلى هنا فسيمضي يوماً مشهوداً لا أصدق أن الناس لم تصب بالمرض بدأت أشعر بقلق حقيقي هل ستعملين غداً؟ أراك غداً بدأ الارتباك يتراكم هل سيفكر دين حتى بأن يقدم عرضاً مع نهاية هذا الأسبوع؟ ومع انتهائه من مناوبته الثالثة كان هناك الكثير من الأمور التي عليه أن يفكر بها وهي ليست إيجابية إنه اليوم الثالث وكان هناك شخص مفقود خلف المشرب إنه غافين وكان من المفترض أنه يعمل هل أخذت إجازة الليلة؟ لا دخلت لتوي وإذا لم يكن يقف على الجانب الخاطئ من المشرب يكون خارجاً يدخن مرحباً غافين هل أعرتني قد دحتك من أجل الشموع؟ لا يبدو أن غافين سينال لقب موظف الشهر في أي وقت قريب جافين كاسول لا يهتم بتاتاً بجيمس أو بعمله إنه يطلب من الجميع أن يقوموا بكافة مهامه بدلاً عنه أجد الوضع صعباً الليلة صعباً جداً جداً لكن غافين ليس المخطئ الوحيد على بقية العاملين أيضاً أن ينظموا أنفسهم ريتشيل المسؤولة عن الترقية من الواضح أنها سيئة جداً في الحفاظ على المواعيد مرحباً لا 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 يمكنك أن تشرب مشروباً غازياً أخدم نفسك بنفسك هل هذا ما قاله غافين؟ نعم ونادراً ما يكون في أفضل حالتهم هل كنت تهزأ مني لأنني غفوت؟ عندما تشتري مشروع ما يأتي العاملون فيه كجزء من الصفقة لكن مع مشروع حانة ومطعم ستساهم تصرفاتهم بنجاح الصفقة أو فشلها لقد رأيت أن بعض العاملين هنا كسلون جداً رأيت أشخاص يتجولون بكسل يقرؤون الصحيفة يتناولون مشروباً يشعلون سيجارة وما أزعج دين أكثر أنه رأى غافين وهو يوزع مشروبات مجانية لقد تم توزيع مشروبات مجانية إنه يوزع مشروبات مجانية رأيت أحد العاملين يوزع مشروبات مجانية الليلة وأنا أعتبر هذا بمثابة سرقة ولن أتسامح معه فلأقام هذا الشاب بهذا عندما أمتلك المكان فسيجد نفسه مطروضاً لأنك إذا حسبت مجموعة هذا على مدى عام كامل قد يكون مجموعة نحو مئة كاس وهذا يخفض المردود المادي كيف ستكون ردة فعل العاملين عندما يدركون من هو دين حقيقة بعد ثلاث ليال ذو هلادين الطعام يقدم مجمداً والعاملون ثاملون وهذا المكان أقرب إلى جمعية خيرية منه إلى مشروع تجاري عندما تشتري مشروعنا فأنت تارث فريق العاملين معه فهو متطلب قانوني لكن لسوء الحظ هذا الفريق يهزأ من جيمس إنه اليوم الرابع وهي ليلة الفرقة الغنائية لدينا الليلة أمسية موسيقية حية وهي لجمع التبرعات لجمعية خيرية لأطفال الحروب نتوقع حضور ما بين مئتين وثلاثمائة شخص الدخول مجاني وكل الأموال التي يتم جمعها ستذهب إلى الجمعية الخيرية ونحن نستلم المشروع يسعى جيمس للأعمال الخيرية ولكن يبدو أن دين لا يشعر برغبة كبيرة في الإحسان اتبعيني أريد أن أريك بعض المعدات السيئة جدا أخبرني جيمس أن هذه المعدات جديدة ثلاجة عمرها 12 شهرا لا بد أن عمرها يزيد عن العشرين عاما آلة صنع ثالج عمرها 15 عاما ومع هذا يخبرني جيمس بكل وقاحة أن عمرها عام فقط نحن نتحدث عن آلات الجنيهات الإسترلينية هنا وهذا فقط في الأسفل من دون ذكر ما يجري في المشروب والذي علي أن ألقي نظرة أقرب عليه لا تستعمل هذه الثلاجة فهي تنفث هواء حارا هل لا أطفعتها عند المضخمة؟ إن لهذا تأثيرا كبيرا جدا على قيمة هذا المشروع وأرى أن علي أن أخفض السعر بشكل كبير وفي الأعلى في المطبخ نجد أن كل من فرن البيتزا وغسالة الصحون مهترئتان كليا حتى أولئك الزبائن الذين يشترون المشروبات بالكاد يمكن سمعهم سيكون مقبولا لو أن الصوت كان أقل حدة بعض الشيء حتى أن أحدهم اضطر لأن يرسل طلبه برسالة نصية أين جاعة لغرولش؟ ليس لدينا جرولش وإذا تمكنوا من سماعهم لا يحصلون دائما على ما يريدون لقد نفدت لغرولش وإذا كان طلبهم متوفرا فهو ليس كما يريدونه تماما هل يمكنك أن تعطينا جاعة كارلينغز؟ هذه من دون رأيك وهي كذلك؟ نعم هذا المشرب ضيق حسنا في ليلة مزدحمة تصبح المساحة الضيقة خلف المشرب حميمية في أفضل حالاتها وخطيرة في أسوأها المكان ضيق قليلا بعض الشيء رغم الأخطاء الكثيرة الليلة يبدو أن موقف دين تجاه جيمس قد بدأ يليمه جيمس ماهر بإقامة هذه المناسبات لكني لم أكن واثقا إن كان يتصرق بغداء أم يقذب عليه أعتقد أنه ساذج بعض الشيء لقد بالغ ببعض الأشياء لكنه شخص محترم وهو يعرف ما الذي يفعله لكن المشكلة هي أنه لا يعرف كيف يدير عملا إنه اليوم الخامس ودين يعمل في مناوبة غداء سأذهب متنكرا مرة أخرى وجيمس لا يعلم أنني قادم لذا آمل أن لا يحاول خداعي المشكلة هي أن جيمس جعلني أرسم توقعات معينة لقد وضعت كافة مخططاتي المستقبلية بناء على الأرباح التي أعطاني إياها ما جعلني أعاني من مشكلة في التقييم لأنني مستعد الآن أن أدفع مبلغا محددا مقابل خمسين ألف جنيه مبيعات شهريا وربحا معينا وأعتقد أنه سيكون نحو عشرين ألف جنيه شهريا وصلت في الثانية عشر في الحقيقة كنت أشعر أنه سيكون فارغا وكان كذلك بناء على ما قاله لية جيمس في الماضي من المفترض أن يكون المكان مزداحما وطبعا لم يكن كذلك هذا ما توقعته في الحقيقة المكان ميت كليا ما هو مقدار المبيعات ليلة الجنة؟ إنه يتنوع في الحقيقة قد يتراوح ما بين ألفين وأربعة ألاف جنيه حقا؟ الساعة الآن الواحدة والنصف كان هناك طاولتان فحسب طيلة النهار والآن لن يأتي أحد آخر لبقية اليوم هذا أمر رهيب بالنسبة لي كرجل أعمال هذا المكان ميت كليا لم يأتي إليه أحد خلال النهار وهذه مشكلة إنها مشكلة كبيرة كبيرة جدا ولهذا السبب يخسر نقوده هل بدأ دين يعيد التفكير؟ لأنه إن لم تمثل المقاعد بالزبائن فقد لا يكون هذا المشروع الذي أمل به لكن يبدو أن المال ليس مسألة هامة في المطبخ هل أنت من أشعل الموقد؟ عذرا؟ الموقد مشتعل نعم هل تتركه مشتعلا؟ نعم لماذا؟ أنا أطهب الشباب يتركون الموقد مشتعلا طيلة الوقت سألتهم لماذا يفعلون هذا فأجابوني أن هذا أسهل من تشغيله وأطفائه وحسب ما فهمت لكي تشغيله وتطفئه عليك أن تدير القبضة ما يفعلونه هو هدر المال من الأفضل لي أن أخرج عشرة جنيهات وأبدأ بحرقها هنا لأن هذا ما يفعله أولئك الشباب لا بد أن الطاهي سيصاب بالصدمة عندما يكشف دين عن هويته الحقيقية إنها ليلة دين الأخيرة كرجول متخف وقد قرر أن يصارح جيمس بحالات الاستغلال هل هذه كافية لمراقبة مكزوني؟ يجب أن تكون كافية لكن عندما لا يتم تحديثها لن تعمل كما ينبغي وهذا خطأ لأنني لم أتابع هذه الأمور وأتأكد من إنجازها لكن إن كان ذلك المخزون ناقصا فلن تعلم من الذي ينقصه ومع زياد أعداد الزبائن نجد كافين منهمكا بكتابة رسالة نصية ليساعد الزبائن هل المطعم مفتوح؟ عذرا؟ هل مطعمك مفتوح؟ نعم إنه مفتوح أوه حسن أتود الفصول على طاولة؟ أتود طاولة؟ نعم لو سمحت نعم حسن الله ضواح في أي مكان؟ صحيح؟ هل يمكن أن يجلس في أي مكان الليلة؟ الآن نعم نعم لا بأس هناك نعم الليلة مزدحمة جدا لا يفاجئني الأمر لأن هذا حدث يقيمه مرة في الشهر آخر يوم سبت من كل شهر لديه حدث خاص ويبعو الكثير من الناس إليه هذا لسبت واحد فحص من كل شهر لكي يتأقلم مع أكثر ليلة ازدحاما في الشهر فتح جيمس مشربا ثانيا وهذا بديل مؤقت فحص يبدو أن دين اهتم أكثر بتفحص المكسرات وهو في القبو منتهية الصلاحية منذ أيار مايو عام 2008 واحدة أخرى منتهية الصلاحية منذ أيار مايو عام 2008 ونعم واحدة أخرى وفي المطبخ كان دين يشعر بالقلق لأن الفطائر كانت من دون تغييف الفطائر موضوعة فوق بعضها على الرف العلوي كان هناك جزر متعفن متعفن؟ نعم متعفن كليا إنها ليلة السبت والمكان مزدحم جدا لكن عنوان اليوم كان الطعام المنتهي الصلاحية أينما استدرت أجد طعاما منتهي الصلاحية نوسي ما هو تاريخ اليوم؟ السابع والعشرون مكتوب هنا العاشر وجدت حمصا منتهي الصلاحية منذ أربعة أسابيع غموس للسمك منتهي الصلاحية منذ أربعة أسابيع متعفن متعفن كليا سيكون علي أن أرمي الجميع وكل شيء خارجا ومن ثم أخرج كافة هذه المعدات السيئة وأن أحضر معدات جديدة هذا لا يصدق في طريق عودته للمنزل شارك ناديم بأفكاره حول الأنسية أتوقع أنهم قد حققوا نبيعات بقيمة 5000 جنيه رغم أنه يبدو مبلغا جيدا لكن ما الذي يفعله في أيام السبت الأخرى؟ لابد أن المبلغ أقل بكثير وعندما أجمع الأسبوع بأكمله لا أستطيع تصور أنه يحقق 50 ألف جنيه لذا أشعر ببعض القلق هل هذا المشروع أكبر من قدرة دين لوحده؟ يبدو أنه بحاجة للمساعدة من الخبراء هناك نشاط للجرذان في الحديق دين دانام هو مليونير في الثانية والثلاثين من عمره بنى ثروة عبر تحويل مشاريع وعدة إلى ربح صاف خلال الخمسة أيام الماضية لعب دور ساقف هذا المطعم الحانة الذي يود شراءه لا أحد يعرف هويته الحقيقية كما لا يعلمون أنه كان يسجل كل ما يراه تمكن دين من إقناع المالك جيمس أن المشروع بحاجة لمساعدة احترافية لذا ما الذي يظنه الخبراء؟ لا فائدة من أي مشروع إذا كان البناء ينهار لذا جاء رود أبليارد خبير الأبنية ليتفقد الآجر والإسمنت أترى المكان حيث وضعت المروحة هناك يوجد تسرب لذا من الواضح أن هناك مشكلة بالأنبوب هناك وهذا يكلفك مالا يبدو أن دين يشعر بقلق من أن يكون المطعم خطرا على الصحة فالزبائن المسممون لا يدفعون فواترهم عادة بليندا ستيوارت مولايت هي خبيرة بيئية لا تفوتها فائتة هناك نشاط للجرداني في كانون الثاني يناير في الحديقة يجلس دين بمكان قريب من الحانة ليختلص النظر إلى ما ينبشه الخبراء لا دلائل على وجود حيوانات قارضة في أيار مايو وهذا أمر جيد يوجد عشان ملن في الخارج يبدو جيمس كمن سمع أن لديه طبحا جلديا تسجيل وجود جوراذن في المطبخ هل هذا صحيح؟ غير صحيح متى كان ذلك؟ كان هذا في الثالث من تموز يوليو وفقا لمركز مكافحة الآفات لاحظت وجود كسرة من الزجاج هنا هذا نوع من الملوثات الخارجية للطعام لقد لاحظت وجود قطعة زجاجية صغيرة أثناء توجوهها نحو المطبخ إذا اشترى دين المشروع فعليه أن يشتري البناء بأكمله وذلك يتضمن الشقة الموجودة في الأعلى لدينا هنا أسلاك متدليات على الدرج إذا خرج أحدهم في العطمة سيكسر شيئا ما انظر إلى هناك هذا سم للقوارض وانظر يمكنك أن ترى لا أدري ماذا يوجد بالداخل لكن يوجد هناك في الخلف ليمونة وقعت تماما بجانب سم الفئران هذا بالتأكيد لن أرغب في استخدام هذه الليمونة لتقطيعها ووضعها في مشروبي لقد حثرت على شيء قد أحاسب عليه قانونيا وهذا قد يؤثر حقا على أعمالي هل يمكنني أن أفصل يدي؟ لسوء الحظ يبدو أن هذه القشارة تخضلهم بعض الشيء يمكنك أن ترى بوضوح أنه قد تم استخدامها بعد لفها بغلاف بلاستيكي إنها قديرة جدا هنا لدينا طعام انتهت صلاحيته منذ عشرين يوما هذا أمر مقلق حقا كادت المرأة أن يغمى عليها لا يمكنها أن تصدق ما تراه أنا لا أصدق ما أراه وحين رأيت مقدار قلقي الخدير من هذا زاد قلقي بشكل أكبر يا للحاولف هذا ليس جيدا على الإطلاق هذا عملا غير متقن تفاجأ رود كثيرا مما رأى وكل هذه المفاجآت تعني أني سأدفع نقودا كل هذا يعني أن علي أن أدفع نقودا وإذا كان علي أن أنفق المال فهذا يعني أن جيمس سيخسر نقودا مما سيتلقاه مقابل المشروع كما ولحظت هذه البلاطات البوليستيرينية الجميلة على السقف وهي في وضع سيئ جدا وهنا سرق أحدهم نصف غطاء الإضاءة لسوء الحظ هي ليست آمنة لاحظت أن الأنابيب القديمة الرصاصية هي الغالبة هنا وهذا ليس أمرا جيدا أفضل عدم التحدث حول هذا الأمر لأني لا أفضل أن أكون أحد مستخدميها أبدا انظر لدينا عنكبوت هنا على الجبنة هذه الجبنة غير مغلفة وموجودة في أسفل الثلاجة وبما أنها في أسفل الثلاجة في حال سال شيء ما نحو الأسفل سينتهي به المطاف على هذا المنتج الخطير لديك ألواح خشبية متعددة الألوان ففيما تستخدم؟ أغضر وأبيض حسنا وفيما تستخدم هذه؟ تلك؟ نعم طماطم وصلطة حسنا إذن صلطة والمواد المحضرة مسبقا حسنا وكأن بيليندا تتكلم مع مهرش وقد بدأت بتكوين الفكرة التي كونتها أنا إنهم جاهلون كليا لم يكن الطاغي واضحا حيال استخدامه للألواح إذا استعملت نظاما تقليديا فأنت عادة لا تستخدم لوحا أحمر لتقطيع الصلطة بعد خمسة أيام من التخفي انتهى وقت دين كرجل متخف تأنق استعدادا للعرض الذي سيقيمه في The Society تم جمع العاملين لما اعتقدوا بأنه اجتماع للموظفين لو أنهم يعلمون فقط دين على وشك أن يكشف حقيقته وما الذي كان يفعله هناك بالتحديد لقد كان هذا البرنامج عني وحول شرائي لهذا المشروع لقد كان هذا ضروريا جدا بالنسبة لي لأكتشف كل ما يخص هذا المشروع الآن من الذي اكتشفته حولكم جميعا كانت هناك أشياء جميلة حول الجميع هنا وكانت هناك بعض الأشياء السيئة جدا أيضا وكانت هناك أشياء لم تثر إعجابي على الإطلاق اكتشفت أن جيمس هو أحد ألطف الأشخاص الذين التقيت بهم وأعتقد أنكم جميعا تعلمونها لكن الجانب السيئة من هذا هو أن اكتشفت أنكم جميعا بطروقكم الخاصة استغليتم هذا الأمر وهذا لن يحدث في عملي علي أن أعالج بعض الأشياء التي رأيتها ولم تعجبني خلال هذا الأسبوع سأعطيكم بعض الحقائق سأبدأ الحديث من المطبخ هل أتيتم إلى هنا؟ عاد دين لارتداء بزته حان الوقت لبعض القساوة قد يكون الكلام الصريح جارحا لكنه قد يكون الطريقة الوحيدة للإبقاء على أولئك الموظفين في وظائفهم حسنا من منكم يستطيع أن يخبرني ما هو تاريخ اليوم؟ الثلاثون من أيلول سبتمبر حسنا الثامن من أب أغسطس العاشر من أيلول سبتمبر العاشر من أيلول سبتمبر السادس من أيلول هذا غير مقبول أبدا لو كنت أملك هذا المكان الآن ستكونان أنتم الاثنان خارجا بشكل فوري لا أصدق أن جيمس قد سمح بهذا الآن إذا فتحت هذا الأسوأ بينها أب أغسطس هل تقبلوا أن تأكلها؟ لا؟ إذن لماذا يأكلها أي أحد في المطعم؟ ما خطبها هل هي فاسدة؟ على ما يدو رائحتها سيئة جدا هذا مروع جدا هذا أمر فضيع ما علينا فعله هو أن هذا يجب أن لا يحدث مرة أخرى على الإطلاق لأن أحد الأمور التي أذهلتني حقيقة هو أنه في نيسان أبريل الماضي كانت هناك لجنة تفتيش أعتقد أنك كنت هنا حينها نعم ونفس الأشياء كانت في الثلاجة منتهية الصلاحية لكنكم لم تتعلموا من هذا أحتاج بتأكيدكم تأكيدكم التام أن هذا لن يتكرر مرة أخرى وبأنكم لن تقطعوا اللحم والخبز على نفس اللوح لن يتكرر أي من هذا مرة أخرى وسيكون المكان أكثر ترتيبا ونظافا وسيكون الوضو أفضل بكثير ننأقبل بأقل من المثالي الآن هذه فوضى كلية ماذا ستفعلون بهذه؟ نرميها في القمامة فكرة جيدة حصل يبدو أنه قوي جدا الآن أعتقد بأنه محرق المكان بحاجة لإعادة ترتيب لكنني لا أعلم أشعر بالتوتر حيال ما سيقوله لي علي أن أبحث عن عمل جديد جابين لقد كنت أكثر من أثار جنوني من بين الجميع علي أن أسألك في أي جزء من مهامك الوظيفية يخولك توزيع مشروبات مجانية خلال مناوبتك متى وزعت مشروبات مجانية؟ لقد رأيتك توزعها لقد رأيتك تقوم بهذا أحدنا يكذب وخم من هو بالتأكيد ليس أنا أتظن أني أتكلم بوقاحة عندما أقول لك أني أعتقد أنك كسول بعض الشيء؟ على الإطلاق هناك وقت أكون هل يمكننا تغيير هذا؟ بالتأكيد إذا كان هناك نعم نعم جيد عظيم هل تشعر بصدمة؟ ريتشل أعتقد بأنك قد تكونين شخصا جيدا حقا لكن لديك طبيعة لا مبالية فقد رأيتك تأتين في وقت متأخر وأحيانا وأنت تعانين من آثار الثمالة نعم خرجت ليلة البارحة بعد العمل لا أدري كيف حدث هذا لكني بقيت مستيقظة حتى السابعة تقريبا إذا رأيتك تعانين من آثار الثمالة ستعودين أدراجك ولن أدفع لك أتعبذك اليوم لا أحد منكم يحب هذا العمل على الإطلاق لا أحد منكم يحب جيمس بما يكفي ليأتي إلى هنا ويعمل بكل طاقته من أجله لو أحببت عملك لكنت عملت بشغف نؤتيت في الوقت ولن تقولي آسفة لأني تأخرت هل أنت بخير؟ أجل أنا بخير لقد كان هذا اليوم بأكمله غريبا بالنسبة لي أعتقد حقا أنك شخص كسول جدا وهذه مشكلة بالنسبة لي هل أنا مخطئ؟ هل أنت كسولة؟ أحيانا ليس طيلة الوقت هل تحبين هذا العمل؟ نعم أحيانا أحيانا هي الكلمة الهامة هنا أعتقد أن شغافك ليس قويا لقد رقبت شخصين جديدين في فريق العاملين ولحظت أنك لم تساعدهما أنت تتصرفين كمن يفكر أنا آتي إلى هنا أقضد المال أعود للمنزل وهذه مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لي لم يقرر دين بعد ما إن كان سيشتري المشروع أم لا لكنه بات يعرف حقيقة العاملين أعتقد بأني صدمت بعضهم الليلة أخبرتهم ما يحتاجون للقيام به وما هي توقعاتي وإذا كانوا يريدون البقاء عليهم أن يصلوا لمستوى توقعاتي أنا مقتنع جدا أن جيمس سيبيع المشروع لقد فتحت له عينيه هذا الأسبوع وأظهرت له الجوانب السلبية لمشروعه أمامه خياران فقط إما أن يحضر شخصا أكثر قوة منه ليضبط أولئك العاملين وهو لن يقوم بهذا لطيبته أو عليه أن يدفع الكثير من المال لترميم هذا المكان وهو لا يملكه لذا فإن حلي المشاكل ليس ضمن إمكانياته لكنها ضمن إمكانياته مع كشف هوية دين الحقيقية عرف الجميع موقفه باستثناء جيمس كنت أعتقد دائما بأنني أعرف ما الذي يجري وعندما حصل هذا عندما جاء هو صدمني الأمر نوعا ما مثلما صدم الجميع على ما أعتقد لقد كان الوضع مخيفا لأنني علمت أن دوري سيكون تاليا وكنت أشعر بقلق شديد حيال ما سيقوله لي أتمنى حقا لو أنني لم أطلب منه أن يفرغ القمامة ويمسح الأوساخ عن الأرض أتمنى لو أنني حاولت أن أعلمه أكثر كيف يعمل خلف المشرب بدلا من جعله يقوم بأشياء لم يرغب الآخرون بالقيام بها لكن هل سيقدم دين أي عرض خاصة أنه مجرد مشروع صغير من بين ملايين مشاريع عديدة لن أدفع مليما أكثر مما يستحقه هذا المشروع يجني المليونير دين دانام أمواله عبر إعادة سقل المشاريع الذاوية وإعادة بيعها لمدة خمسة أيام ظل يعمل بشكل متخف في The Society أحيانا صدمه وأخافه ما اكتشفه لكنه بات يعرف المشروع من الألف إلى الياء ويبدو أنه في أفضل موقع الآن لتقدير قيمة المشروع وصل جيمس إلى المقر الرئيسي للمليونير دين إنها اللحظة التي كان ينتظرها البائع والمشتري في مكتبه كان دين مشغولا بحسابته سيكون هذا صراء كبيرا بين إرادتين جيمس بحاجة للبيع أنا لست بحاجة للشراء لكني أريد الشراء ولن أقبل سوى بأفضل سعر إن إبرام صفقة مع شخص مثله بالتحديد يشبه إلى حد كبير لعبة القط والفأر إن شراء مشروع يشبه لعبة القمار المشتري يدرس البائع ما هو المبلغ الذي سيقبل به؟ ما هي قيمة المشروع؟ والبائع يفكر هل يريد أن يشتري هذا المشروع؟ ما المبلغ الذي ينوي دفعه؟ لن أدفع من لي من أكثر مما يستحقه هذا المشروع إنها لحظة مثيرة للتوتر بالنسبة لجيمس هل سيكون هذا حبل نجاته؟ السعوء شيء قد يحدث هو أن لا يقدم أي عرض هذا محتمل مرحبا جيمس كيف حالك؟ سعيد برؤيتك تفضل بالجلوس لقد تفحصت كافة التفاصيل تفحصت العاملين وأعتقد أن هناك مجالا كبيرا للتحسين أعتقد أنهم لا مبالي لقد تفحصت أنواع الإجراءات والممارسات تفحصت المطبخ المطبخ يقلقني جدا وأنا واثق من أنه يقلقك أيضا لأنه لأكون صريحا هو عبارة عن كارثة تنتظر الحدوث وقالت لي الخبيرة هل تعرف حقا مقدار المسؤوليات التي ستحملها؟ هل تريد حقا شراءه؟ بتأكيد لم أتمكن من الدخول والقيام بالترميم واستلام الأمور فالأمر يحتاج إلى عمل أكبر من هذا بكثير لكن انظر الهدف من كلامي هذا كله يا جيمس هو أني لازلت أرغب بشراء المشروع لازلت أعتقد أنه جيد ولا أريد أن أشتري المشروع فحسب بل أريد أيضا أن تبقى به لأني أعتقد أن وجودك سيكون أفضل بكثير أنا متفاجئ جدا من العرض أعرض عليك أن تمتلك نسبة عشرة بالمئة من المشروع وهدفي هو أن أبقيك ضمن الفريق بسبب معرفتك وكافة الأمور الأخرى وهذا يتركني مع السعر لقد بدأنا مع مبلغ 250 ألف جنيه وكان علي أن أدرس هذا السعر وأن أتأكد من أنه السعر المناسب لأدفعه والنتيجة التي خلصت بها أن السعر مرتفع جدا لذا السعر المناسب هو الذي سيتيح لي الحصول على المربح المناسب لإستثماري والرقم الذي وصلت إليه هو 130 ألف جنيه وهو ما يتضمن نسبة عشرة بالمئة من أسهمك في المشروع اقتطع دين 120 ألف جنيه من السعر المقترح كنت قد وضعت حدا أدنى للسعر وهو 150 ألف جنيه وقد حصلت على 130 ألف وعشرة بالمئة من قيمة الأسهم هذا أمر جيد ولا يحتاج إلى تفكير من حيث المبدأ هل هذه صفقة يمكننا الاتفاق عليها؟ نعم بكل تأكيد عظيم وهذا لشراكة جديدة رائعة شكرا جزيلا قبل جيمز بعرض دين الأول 130 ألف جنيه مقابل مطعمه الحانة والعرض الثاني والمفاجئ هو قبول إدارة المكان لكن مع المناخ الاقتصادي الحالي يمكننا التفهم حماسته لقبول هذا العرض عشرة بالمئة من مشروع لست مضطرة لأدفع أي نقود عليه هو عرض جيد قد يقول البعض إنما فعلته لتوي مع جيمز كان جنونا فلقد قدمت له عرضا رائعا فهو لن يحصل على هذا المبلغ مقابل المشروع لأنه لا يستحقه أنا أكثر من سعيد بالعشرة بالمئة من الأسهم في المشروع لقد أعطيته بعض الأسهم لأشتري ولاءه عليك أن تعطيه شيئا له قيمة وإذا كنت سأكافأ على العمل الجاد فيجب أن يكافأه أيضا أعتقد أنه سعيد وأنا سعيد أيضا وقد حصلنا على شراكة جديدة رائعة بالتعامل في أجل وقد أطفعت هناك أتخاطية جديدة 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 اشتركوا في القناة